طلاب الثالث متوسط well hello there يا بش حياهم سلام عليكم ورحمة الله وإياكم أستاذ وسام محمد التميمي وإن شاء الله عندنا اليوم الدرس الرابع من اليونت الثاني طبعا هذا الدرس من الأساسيات ومن الشغلات اللي ضروري جدا تركزون بيها نقبل مفاهمي فإن شاء الله اليوم تفهموه بإذنه تعالى لذلك نبدأ على بركة الله وبالصلاة على سيدنا النبي الموضوع اليوم يتحدث عن المضارع البسيط والماضي البسيط present simple past simple أول شيء اللي لازم أفهم هو شن المقصود بالمضارع البسيط المضارع البسيط بكل بساطة يا عزيز الطالب يستخدم ويا الحقائق أو الشيء الروتيني أو الشيء المتكرر يعني الشيء سوي بين فترة وفترة هذا متكرر استخدم ويا مضارع البسيط من عندك حقيقة علمية استخدم ويا هالمضارع البسيط من شيء دائما تسوي فتستخدم ويا المضارع البسيط هو هذا present simple بدلائل always دائما usually عادة often غالبا أو often همين صحيحة from time to time من وقت الوقت أو بين الحين والآخر كل يوم كل أسبوع كل شهر أو كل سنة هذني دلائل هذني غالبا يكون الموجودات ويا الجملة أم المضارع البسيط المضارع البسيط عندك أولا الجمل الاسمية الجملة اللي ما يكون بها فعل وعندك أيضا الجملة الفعلية أو الجمل الفعلية الجملة اللي يكون بها فعل زين وستاذ شن المقصود يعني باوع الجمل الاسمية حيدخل بيها الفعل المساعد عندك الاز وعندك الام وعندك الار يعني بهاد الحالة الجملة الاسمية هيكون عندك فاعل زائد فعل مساعد واحدة من هذني زائد تكملة الجملة وغالبا هيكون عندك انت صفة حتى تكملي آني هذي الجملة الاس ويا من الاس ويا الهي هو شي هي ات ات وستغلت فين معنا ات الات هي اما هو او هي ويا الجمادات او الحيوانات الام ويا من ويا الاي اي ام الار ويا من الار ويا اليو انت انت انتما انتنا انتم كلهن وي نحن ذي هم هذني ياخذن عندي الار الهنا تمام هذني اساسيات وانتوا قبل ما اخذيهن مو اول مرة لذلك لازم تذكروهن لان هذني عبارة عن مراجعة بس مهمات جدا هذني اساس اللغة الانجليزية بكل المراحل رابع خامس سادس الكل فلازم تركزون بيهن زيان على مود يعني يسيطرون عليهم اما من نجي على الجملة الفعلية الجملة الفعلية بالمضارع البسيط عندك باوع اما فعل مجرد او فعل يحتوي على اس الشخص الثالث الفعل المجرد ويا من طبعا الكل يقول الفعل المجرد ويا الجمع هو هذا الشي من باب التبسيط لكن انا ما افضله لان يعني على سبيل المثال اذا تركز من ناية الاي مفرد بس اخذت عندك فعل مجرد لذلك انا ما اقدر اسمي الفعل المجرد دائما ويا الجمع لان هذا مننا شاذة اليو ويا الانت كمفرد مفرد انت لكن تاخذ فعل مجرد فانت هذني استاذ اشتقصد تعال من الاخير اللي اقصد انه انت هذني لازم تحفظهن كما هن مو مجرد تربطهن والله فالمجرد لازم يكون عنده ويا جمع هو صح الى حد ما لكن مو صح مية بالمية فانت انت تحفظهم الفعل المجرد ويا المضارع البسيط هيكون عندك الفاعل ياما اي ياما اليو ياما الوي ياما الدي او ياما اسم جمع اسم جمع ياما يكون اشخاص اثنين فما فوق او يكون عندك مثلا كارز سيارات صارت جمع بهذا الحال الفعل هيكون عندك فعل مجرد طبعا صيغة ما لتحصر فاعل زائد فعل مجرد زائد تكملة الجملة اما الفعل اللي يكون بي اس الشخص الثالث هذا هيكون ويا من ياما ويا الهي ياما ويا الشي ياما ويا الات او يكون عندك اسم مفرد استاذ هذي شنو لعاد وهذي لعاد شنو حلو ملاحظتك تأجبني عاش تيدك هذي من ان في الجملة باوع من ان في الجملة هستخدم الـ don't ويا من ويا الـ I, you, we, they او من نكون سؤال هجيب الدو في بداية الجملة ويا الـ I او الـ you او الـ we او الـ they اما من نجي على الـ he وشي والـ it هذاني الـ doesn't ويا النفي او الـ does في بداية الجملة من ان انده كون سؤال تمام؟ هوكي استاذ كلش تمام زين لاشين وزاد فعل مجرد خوش قلت لك انت ملاحظتك اليوم تأجبني عشرة على عشرة باوع سواء الـ don't ويا النفي دا تحدث كنفي سواء الـ don't او الـ doesn't دائما هيكون عندك وران فعل مجرد وستدريد امثلة جايك بس اصبر لي باوع راح نيجي منا على الجملة الخبرية او النفي او الاستفهام كقاعدة من نيجي على الجملة الاسمية عندك منا يا او العفو الجملة الفعلية لان هذاني انا مسويهن على اساس الجملة الفعلية تمام؟ شا عندك فاعل زاد فعل مجرد او فعل بي ايس الشخص الثالث يعني هذي يا اما هاي او يا اما هاي ويا من هاي ويا الخبرية فاعل زاد يا اما فعل بي ايس الشخص الثالث يا اما فعل مجرد زاد تكملة الجملة يعني مثلا اقول he goes to school everyday هو يروح للمدرسة يوميا مثلا او he goes to work she goes to work I sleep everyday يوميا انام لا تحدث عن حقيقة المية وشي تكرار دائما اكرره نفي فاعل زاد يا اما don't او يا اما doesn't زاد فعل مجرد هذا الفعل المجرد يكون دائما موجود بعد don't او بعد doesn't ومن ثم اكيد تكملة الجملة اما where الاستفهام هنا لازم تركز وتخلي بالك ملحوظة تخليها هنا وتخليها هنا الا وهي انت اي سؤال باللغة الانجليزية اي سؤال لازم يكون بعد الفعل مساعد ومن ثم لازم ورا يكون عندك فاعل سواء ويا المضارع سواء ويا الماضي سواء ويا المستقبل سواء ويا المضارع التام مهما كان الزمن لازم فعل مساعد ورا الفاعل ومن ثم يكون عندك موجود الفعل باوع do او does بس احنا عرفنا عرفنا do we yaman عرفنا does we yaman does he she it do i u we they احنا همينة don't عرفنا we yaman i u we they doesn't he she it doesn't he she it يلا ويا ايا تمام فالdo او does زاد الفاعل النقطة هنا طبعا خاتلة زاد الفاعل زاد الفعل زاد الفعل المجرد زاد علامة الاستفهام من انت لتكون سؤال مثلا اقول هل يا ترى هو يروح للشغال اليومية هقول does he go مجرد to work everyday يعني الامثلة لا تعد ولا تحصل ان شاء الله بعدين نجي على التمارين وراح تشوفون كل شيء بكل وضوحه سهولة هاي حاليا فيما يخص المضارع البسيط عيدة السريع المضارع البسيط الفكرة من عنده من انت تتحدث عن الحقائق العلمية او شيء روتيني او شيء يتكرر بشكل ثابت لكن اهم شيء يتكرر جملة اسمية جملة فعلية الاسمية is am are الفعلية يا اما فعل مجرد يا اما فعل بي اس الشخص الثالث اما وينفي هيكون عندك يا اما don't او doesn't اما من نجي على الماضي الماضي اسحل من المضارع ليش لان الماضي يتحدث عن شيء ثابت الا وهو شيء حدث بالماضي وانتهى حدث صار بالماضي وانتهى بعد ما لوجود خلص بعد ما بيكد غير لي ان انتهى هو هذا الماضي فيما يخص الفهم من نجي علي ايضا عندي جملة اسمية وايضا عندي جملة فعلية جملة الاسمية عندك يعني كفعل مساعد عندك الwas وعندك الwar كان بكانة او كانو جمع يعني باوع الwas ويامن i he she it الwas ويامن هذي الwas بي اقول ويا المفرد بي اقول مطمئن الwas ويا المفرد ليش اي مفرد هي هو مفرد شي مفرد والات ايضا مفرد اما من نجي على الwar النطق مالته هو الwar هذو ويامن بي اقول ويا الجميع مصيغر عندك الyou وعندك الوي او الthey صح لي وترهم انت بسية لي ودائما تعمل معاملة الجميع اما من نجي على الجمل الفعلية باوع جملة خبرية هذي اول شي جملة خبرية يعني هذي تشبه هاي كقاعدة بس بدون هذان الدوارات لان ما كفت الصبورة فاعل زائد فعل جملة فاعلية تمام فاعلية خبرية فاعلية يعني يكون عندك الفاعل ثم الفاعل بدون فاعل مساعد اطلاقا زين فاعل زاد الفاعل هذا الفاعل ياما يكون بي ايدي سمو فاعل ماضي قياسي او ياما يكون عندك فاعل شاذ وانت لازم حافظ الافعال الشاذة وان شاء الله راح اخلي لكم الرابط مال قناة مالت الصحية مالت صادس اعدادي بس هخلي الرابط وحخلي لكم ملف بي دي اف بكل الافعال الشاذة وينفي فاعل زائد دينت اذن استنتج شغله استنتج انه انا هنا بالجملة الفاعلية اجيب فاعل مساعد حصرا وينفي وحصرا ويا السؤال على وهو الدينت هذا الدينت الحلو بيها تتكفل بمعنى الماضي يعني شنو استاذ ما فهمت يعني من تلقى بالجملة عندك دينت او جملة السؤال بالي يبدد معناها بهذه الحالة الفعل اللي هيكون وراها هذا الفعل ضروري جدا يكون فعل مجرد شي يكون فعل مجرد لازم يكون مجرد لان الدينت قالت واخره واخره على صفحة انا اتكفل بالزمن الماضي الفعل الورايا خلي يكون حر خلي يكون مجرد براحته بس ضروري يكون مجرد 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 لازم الشخص الثالث دير بالك ما يصير مجرد دائما هذا دستور باللغة الانجليزية متفقين؟ يستاذ متفقين فاعل didn't زاد فعل مجرد زاد تكملة الجملة ويا السؤال هنجقلنا قبل شفاوي المضارع قلنا ويا السؤال لازم اجيب الفعل المساعد اي سؤال باللغة الانجليزية يبدو فعل مساعد وانا عند الماضي جملة فعلية فاشتراها حجيب حجيب الدد زين اذا انا عني جملة استفهامية اسمية بالماضي شراح اتجيب يا اما الوظ يا اما الور حسب يعني نوع الفعل نفس الشيوية المضارع جملة اسمية خلي نقول بيها سؤال يا اما الاز يا اما الام يا اما الار حسب الفعل وهكذا دائما يعني من المسلمات والبديهيات زين did زاد الفعل زاد فعل مجرد تكملة وعلامة الاستفهام اي وينت تو سكول يستردي انا البارحة شي يقول رحت للمدرسة يستردي دلالة الماضي هذان الدلائل اجو يعني مضى تمام لاست السابق يستردي البارحة هذان ابرز واقوى دلائل الماضي البسيط طبعا اي وينت تو سكول يستردي اندي اليستردي فصارت اندي وينت ذهبتو طبعا كل المحلولات اثنين he always always دلالة المضارع he always goes to school هو دائما يروح للمدرسة i saw him last week شفت الاسبوع اللي فات ماضي فجبت saw i see him from time to time اني اشوفه بين الحين والاخر اذن استخدمت السي فعل مجرد لانا عندي الفاعل الاي والاي يكون وراها فعل مجرد بالمضارع لانا عندي from time to time he doesn't like football هو لا يحب كرة القدم ما عندي بيها دلالة لكن مجرد جملة خبرية او جملة منفية تمام he doesn't like football هو ما يحب كرة القدم he didn't like the last match هذي last دلالة الماضي هو ما اجبت المباراة مع البارحة لذلك هذي ماضي دلالة فجبنا الdidn't لان الجملة بيها like يحب او يأجب جملة فعلية فنفعناها بالdidn't does he like football هل يا ترا هو يحب كرة القدم انا ما ادري ده اسأل did he like that car هل يا ترا هو حب ذيك السيارة ده اسأل ما ادري هذي الجمل تمثل لك اللي شرحناه حسه لانا استاذ انت هذين الجمل محلولات ما قلت لشلون تجيني بالوزاري طلاب الاعزاء طبعا كتاب النشاط ما لقيت بيه في التمرين مهم لذلك نجيه على الوزاريات على مد نفهم اشلون احنا نطبق لتعلمناه بالصبورة على الامتحان الوزاري اول نقطة هدا enjoys playing tennis هتلاحظ انه الجملة بزمن المضارع زيان شلون عرفت من الفعل enjoys بيها اس الشخص الثالث اذا ان هذا مضارع بسيط شي يقولي هنا يقولي negative يعني حول الجملة من الخبرية او المثبتة الى منفية انا عندي من نايا اسم شخص مفرد يعني اجيبه don't لو doesn't عفية اجيبه doesn't فراح اقول هدى doesn't enjoy يصير مجرده playing tennis اثنين نادية plays tennis well يقولك من نايا question سوي لي اياه سؤال فانت على مد تكون هذا السؤال لازم تعرف الجملة اللي عندك بزمن المضارع لو بزمن الماضي هتباوع منا تلقى عندك plays بهيس الشخص الثالث يعني انا عندي مضارع بسيط فمنه كون سؤال لازم اجيبه do او does في بداية الجملة وانا عندي اسم مفرد يعني اجيبه does فراح اقول does نادية play tennis well وخلي علامة الاستفهام ثلاثة لما enjoyed playing volleyball يقولك من نايا change the sentence into negative حول الجملة لها جملة negative منفية تجي على الجملة على مد تحدد الزمن مالتها هتلاحظ عندك ال ed يعني انا عندي الماضي فراح اقول لما didn't ليش didn't لان انا مطلوب مني حول الجملة من مثبته الى منفية فلازم اجيب الفعل المساعد الخاص بالزمن الماضي جملة الفعلية لما didn't enjoy playing volleyball ولا تنسوا انه didn't لازم يكون وراها فعل مجرد حصرا خمسة you are a movie fan انت شخص يعني مولع بالافلام ويحب الافلام make a question سوي لي سؤال الجملة تلاحظها اسمية لو فعلية واستاذ اسمية لان بيها الار حلو زيان مضارع لو ماضي واستاذ مضارع لان بيها الار ممتاز فمن نسوي سؤال راح اقول are you a movie fan ستة mazin visits his uncle every weekend mazin يزور امه او خاله كل نهاية اسبوع يقول لي منا negative حولها الى المنفي تجي على الجملة هتلاحظ الفعل بي اس الشخص الثالث يعني انا عندي مضارع بسيط فراح اقول mazin doesn't visit يصير مجرد his uncle every weekend سبعة najat goes to the mall every weekend يقول لي منا يا question سوي ليها سؤال هل لاحظ انه عندي الفعل بي اس الشخص الثالث يعني انا عندي مضارع بسيط فراح اقول does does najat go to the mall every weekend هل ياه ترى هي تروح الى المال كل نهاية اسبوع واتذكروا انه جبنة does لان عندي انا اسم شخص مفرد ثمانية سالم فراغ his friend two days ago اهنا اش راح اسوي قاني هباوى اول شي على الجملة حاول القى بيها دلالة هباوى انه او القى اندي كلمة ago دلالة الماضي واخدناها الكتبناها نعصة ببورة لدى انا بهذا الحالة من الاختيارات لازم اجيب لي شي متعلق بالماضي فتلاحظون لأي مستقبل هذي مضارع مستمر بينما c المت هي اللي انا احتاجها الماضي مع الميت فراح اكتب الميت واني انصحكم بالوزاري طلاب ما تكتب بس السي لا اكتب السي والكلمة اللي ييمها على مد انت تساعد ابو الوزاري يعني تعرف انت هو الي صاح دفاتره واية وتصحيح وهوسة وتعب فعلى مد انت السهل المهمة وايضا متخاطر بدرجتك في حال ما ينتبه وتخسر في الدرجتين الخاني بالاش تسعة فاروق بي in the north of iraq last month يقول لك صحح لي الفعل زين اباو على الجملة ايضا ادور على دلالة هتلقى عندك last month الشهر الماضي يعني اني عندي ماضي بهذه الحالة لازم البي احولها الى فعل مساعد فاروق اسم مفرد فبهذه الحالة البي حصير عندي وز فاروق كان في الشمال او شمال العراق عشرة there is on escalator in the mall يقول لك اكو درج او سلم كهربائي بالمول سوي لي سؤال حتلاحظ there is يعني الجملة عندك مضارع اضافة الى كونها جملة اسمية لانبيها ال is فعلى مدعاني اسوي سؤال هذا ال is هجيبه هنا with there اجيبه هنا فصير is there on escalator in the mall وركزولي على ال is الشان صارت capital هذا الاي لانبي دينبيت جملة dash she has a nice dress لديها ثوب جميل negative حولي اياها الى النفي انا بهذه الحالة حباوة على الجملة she has يعني انا عندي مضارع بسيط فبهذه الحالة راح اقول she doesn't هذه ال has تتحول الى have she doesn't have a nice dress خليك تبها وقلكم ليش شوفوا طلاب ال he وال she وال ادن المفردات ياخدن عندي ال has يعني ياخدن الفعل احنا قلنا اللي يكون بي s الشخص الثالث وهي المضارع البسيط لذلك هذه ال has ال s هتخيله كأنما ال s اللي يقاني ضايفة لل have بينما ال i وال you وال we وال they هدن يمهات الفعل المجرد ياخدن عندي ال have لذلك هذه ال has ارجع وقول هتخيل ال s هو s الشخص الثالث على مد بعد لا انساها من عندك don't او عندك doesn't هذني وراهن يكون عندك الفعل have يعني ما تخلي هاز لا لأن احنا قلنا سابقا هذني وراهن فعل مجرد وال have هي الفعل المجرد مال معنى يملك او يحتوي او ايضا تجي يعني يتناول الطعام او يشرب شرب لذلك من حلينا قلنا she doesn't هاي doesn't ال has رجعناها للمجرد مالتها اللي هي ال have لأن قبلها doesn't 12 they often هم غالبا فراغ their grandfather at the weekends زين اجي على الاي visit عندي visits وعندي will visit they often they often هم غالبا هادي ال often قلنا دلالة مالياش مال مضارع البسيط زين الفاعل اني عندي ال they بهذا الحال ال they تاخد فعل مجرد وهي المضارع البسيط فراح تجيب ال a they often visit ومن تجاوب تكتب a visit يعني لا بس ال a ولا بس الفعل لا تكتب سارا استمتعت بلعب كرة التنس اجي على الجملة يقول لي نقرف حولها الى المنفي ولاهض عندي ال ايدي يعني لازم اجيب ال didn't فراح اقول سارا didn't وال enjoyed يصير فعل مجرد enjoy playing تنس ارباطعش i see him an hour ago هتلاحظ الدلالة هي ال ago وقايل لك correct the verb صحح الفعل فما اطول انا اندي الدلالة مع الماضي لازم الس يصير بالماضي فتتحول الى الس انا رأيته منذ ساعة 15 the audience stayed very quite يعني الحضور بقوا هادئين جدا يقول يحول لي الى النقرف المنفي اندي الايدي يعني ماضي فراح اقول the audience didn't stay very quiet 16 سارة arrived very early وصلت سارة من وقت عندك yesterday tomorrow or now الآن غدا البارحة اذا انا لازم ادور دلالة تخلي اعرف الجملة اللي اندي مبارئ له ماضي لو شنو من ستباوع الفعل ستلقى BED arrive يعني بالماضي والاختيارات ما عندي بيهن اي شي يدل على الماضي فقط A اللي هي yesterday فهي الجواب مالتك yesterday الي وهس كمنا هذا الموضوع بخير وسلام طلابي لاتك يائش الطورين ان شاء الله وصلنا لنهاية الدرس اليوم اذا الفيديو هذا عجبك انطي اللايك اللايك يدعمني وما يضرك وشارك الفيديو على مود الكل تستفاد من شرح اليوم واذكر لرأيك بهذا الشرح عندك اي ملاحظات اكتب لي اياهن مالسلام